بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى رسول الله رحبكم أبناء الطلاب الصفة الثالث تأيدي في مادة الرضيات لمعاهد وبرامج التربية الفكرية حيوكم على أستاذ عبدالله المالكي معلم تربية خاصة خاصة سعاقة عقلية وعلى بركة الله نبدأ درسنا لهذا اليوم تصنيف المنتجات حسب السعر تصنيف المنتجات حسب السعر كما تشاهدون أبناء الطلاب لدينا هنا مجموعة من العملات النقدية سواء المعدنية منها أو الورقية وسوف نقوم إن شاء الله بالتعرف على هذه العملات والترتيبها من الأقل إلى الأكثر أو من الأصغر إلى الأكبر لدينا هنا مجموعة من العملات النقدية المعدنية لدينا هنا فئة خمس هللات ومن ثم فئة أفو هللة واحدة ومن ثم فئة خمس هللات ومن ثم فئة العشر هللات وفئة خمس وعشرون هللة أو الربع ريال وإيضا لدينا هنا فئة خمسون هللة أو النصف ريال وكذلك فئة ريال واحد وفئة ريالان إذن هذه هي العملات المعدنية ولدينا هنا العملات الورقية نقوم بترتيبها كذلك من الأصغر إلى الأكبر لدينا هنا فئة أحسنتم أحسنتم الخمسة ريالات ومن ثم فئة ما لديه هنا أحسنتم فئة العشر ريالات ومن ثم فئة أحسنتم الخمسون ريال وفئة المئة ريال وفئة الخمسمائة ريال نقوم بترتيب هذه العملات من الأصغر كما ذكرنا بناء الطلاب إلى الأكبر لديه هنا فئة الخمسة ريالات وفئة العشر ريالات ثم فئة الخمسون ريال ثم فئة المئة ريال ثم فئة الخمسمائة ريال ذو في النشاط الأول بناء الطلاب ضع دائرة حول المنتج الأقل سعرا إذا المطلوب في هذا النشاط المنتج الأقل سعرا ما هو المنتج؟ هو الشيء الذي نريد شرائه المنتج هو الشيء الذي نريد شرائه سوف نتعرف على سعر هذه المنتجات وكذلك المنتج الأقل سعرا وكذلك المنتج الأعلى سعرا إن شاء الله في هذا الدرس إذا المطلوب ابناء الطلاب ضع دائرة حول المنتج الأقل سعرا لديه هنا منتجات نريد التعرف على المنتج الأقل سعرا من بين هذه المنتجات نتعرف على هذا المنتج لديه هنا طبق البيض كما تشاهدون بقيمة عشر ريالات وأيضا لديه هنا الحليب بقيمة أحسنتم سبع ريالات أيهما أقل سعرا؟ أيهما أقل سعرا؟ منتج البيض أم منتج الحليب أيهما أقل سعرا؟ أحسنتم إذن الحليب هنا أقل سعرا بواقع سبع ريالات لماذا؟ كما تشاهدون البطاقة التي دونت على سعر الحليب هنا سبع ريالات وهنا لديه عشر ريالات إذن السبع ريالات أقل من العشرة ريالات المطلوب هنا المنتج الأقل سعرا إذن لديه هنا سبع ريال وهنا عشر ريال إذن الأقل سعرا هو السبع ريالات قمنا بوضع دائرة حول حول ماذا؟ المنتج الأقل سعرا إذا نقوم بوضع دائرة حول المنتج الأقل سعرا إذا نقوم بوضع دائرة حول المنتج الأقل سعرا النشاط الثاني المطلوب هنا نضع دائرة حول المنتج الأعلى سعرا أو الأغلى هيهما أعلى سعرا بين هذه المنتجات التي أمامنا سوف نتعرف إن شاء الله على المنتج الأعلى سعرا هيا أبناء الطلاب لنتعرف على المنتج الأعلى سعرا إذا المطلوب هو المنتج الأعلى سعرا ماذا نقص بالمنتج هو الشيء الذي نريد شراءه ودفع قيمة هذا المنتج مقابل المال إذا لديه هنا حقيبة مدرسية كما تشاهدون بقيمة 50 ريال أحسنتم ولديه هنا علبة الألوان بقيمة 15 ريال المطلوب إيهما أعلى سعرا أو الأغلى ثمن إيهما أعلى سعرا من هذه المنتجات هل هي الحقيبة أم علبة الألوان أحسنتم إذن الحقيبة بقيمة 50 ريال هي الأعلى سعرا لماذا الأعلى سعرا؟ كما تشاهدون لديه هنا 50 ريال ولديه هنا علبة الألوان بقيمة 15 ريال إذن القيمة 50 ريال أعلى من 15 ريال إذن تعرفنا على هذه المنتجات وكذلك على أسعار هذه المنتجات وكذلك المنتج الأعلى سعرا في هذا النشاط تعرفنا على المنتج الأعلى سعرا من طلاب لديه هنا منتج بقيمة 50 ريال ولديه منتج آخر بقيمة أحسنتم 15 ريال إذن 50 ريال أكبر من 15 ريال لذلك وضعنا الدائرة حول المنتج الأعلى سعرا في هذا النشاط في النشاط الرابع أكتب سعر كل منتج حسب النقود التي أمامك دعونا نتعرف على النقود التي أمامنا في البداية ومن ثم نكتب أسعار هذه المنتجات ماذا لديه هنا ابناء الطلاب أحسنتم فئات 1 ريال أحسنتم ولديه هنا فئة 5 ريال لديه هنا 5 ريال عملة ورقية قيمة 5 ريال ولديه هنا فئة 10 ريال أحسنتم لنتعرفنا على هذه العملات النقدية لنتعرف على المنتجات لديه هنا الكعك أو الدونات كما تشاهدون ولديه هنا الخبز ولديه هنا وجبة سوف نتعرف على أسعار هذه المنتجات إذا سعر هذا المنتج لدي هذا المنتج هنا الدونات بقيمة أحسنتم 1 ريال أو ريال 1 إذا قيمة هذا المنتج كما تشاهدون 1 ريال قيمة هذا المنتج كم قيمة هذا المنتج أو الخبز الذي أمامنا يا شباب كم قيمة هذا المنتج كم قيمة هذا المنتج أحسنتم إذن قيمة هذا المنتج خمسة ريالات نقوم بكتابتها خمسة ريالات أو خمسة ريال كما تشاهدون إذن قيمة هذا المنتج خمسة ريالات ولديه هذا المنتج أيضا بقيمة إذن لديه هذا المنتج بقيمة يا شباب كم قيمة هذا المنتج نقوم بكتابته أحسنتم بقيمة عشر ريالات عشر ريالات إذن قيمة هذه المنتجات تعرفنا عليها وكذلك على العملات النقدية المستخدمة في هذا النشاط نديه هنا فئة واحد ريال وكانت قيمة الدونات كما تشاهدون واحد ريال نقوم بكتابتها وكذلك نديه هذا المنتج هنا الخبز بقيمة خمس ريالات وأيضا لديه هذه الوجبة بقيمة عشر ريالات قمنا بكتابة سعر هذا المنتج وتعرفنا على سعر هذه المنتجات وكذلك هذه العملات التي أمامنا رتب المنتجات من الأقل سعرا إلى الأكثر سعرا رتب المنتجات من الأقل إلى الأكثر سعرا سوف نقوم بترتيب هذه المنتجات من الأقل سعرا إلى الأكثر سعرا إذا لديه هنا قلبة ألوان بقيمة خمسة عشر ريال وهذا الكتاب بقيمة تسعون ريال ولديه هنا هذه حقيبة بقيمة خمسون ريال رتب المنتجات من الأقل سعرا إلى الأعلى سعرا نريد أن نرتب من الأقل إلى الأعلى من الأقل سعرا إلى الأعلى سعرا أيهما أقل سعرا؟ أحسنتم علبة الألوان بقيمة خمسة عشر ريال إذا نضع الرقم واحد لعلبة الألوان أقل سعرا لديه هنا علبة الألوان ما هو المنتج الأقل سعرا رقم 2 هل هو 90 ريال أم 50 ريال أحسنتم إذن رقم 2 للحقيبة كما شاهدوا بقيمة 90 ريال فتبناها الآن 15 ريال ثم 50 ريال ثم 90 ريال أحسنتم إذن رتبناها من الأقل سعرا إلى الأكثر سعرا أحسنتم إذن رتبناها من الأقل سعرا إلى الأكثر سعرا كما شاهدون بهذه الطريقة قمنا بترتيبها من الأقل سعرا إلى الأعلى سعرا رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 بهذا الشكل البتلوان كانت بقيمة 15 ريال وهي الأقل سعرا ومن ثم قيمة الحقيبة بقيمة 50 ريال ومن ثم الكتاب بقيمة 90 ريال إذا كانت هذه قيمة المنتجات كما تشاهدون رتبناها من الأقل سعرا إلى الأكثر سعرا رتبناها من الأقل سعرا إلى الأكثر سعرا الترتيب هنا 15-50-90 وهكذا هنا الرقم 1-2-3 لديه هنا ثلاثة منتجات رتبناها من الأقل سعرا إلى الأكثر سعرا وفي الختام أشكركم أبناء الطلاب على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر